موسيقى وقد ذكر له ابن السعي أشعارا حسنة يهنئ بها الخليفة في المواسم والعياد تدل على فضيلة وفصاحة وقد وقف الجوزية بدمشق وهي من أحسن المدارس تقبل الله منه أقول ويكذبون في ادعائهم أنهم لا يمدحون الصلاطين ولا غيرهم فتبين أنهم معاص صلاطين ومداحون وروزخونية أصليون وبامتياز خط ونخلة وفسفورة وفق جهاز فحص التدليس والنفاق لاحظ براعة التدليس عندما يبرر شعره ومديحه وتزلفه وتملقه وانقياده للسلطة والمال فيبرر أو يشوش على الأذهان كي لا تلتفت إلى تزلفهم ونفاقهم فيقول تدل على فضيلة وفصاحة أقول لا بل تدل على نفاقه وتزلفه للسلطة والمال يكمل المجلس ابن كثير يقول الصرصري المادح رحمه الله الفاضل المادح الحنبلي الضرير البغدادي معظم شعره في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم معظم شعره في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن وباقي الشعرين في مدح الخلفاء وأصحاب الأمال والرموز لم يذكر هذا لكن لاحظ هذه تدليس يذكر هذا وهذه تجري على القارئ على الساذج على الغبي على التيمي دائما تجري في كل الأحوال لكن التفت جيدا هو هنا يقول معظم شعره إذن باقي الشعر أين فمن يقرأ يلتفت أنه هذا وشاعر في مدح الرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا كذب هو لم يختص بهذا حتى لو صدر منه هذا هو أيضا مدح غير النبي مدح الأشخاص مدح الرموز مدح الخلفاء مدح الراقصين مدح الفسقة مدح الظالمين مدح السراق مدح الخونة أقول وباقي شعره أين وإلى أين ويقال إنه كان يحفظ صحاح الجوهر بتمامه في اللغة أقول روزخونية تيمية وأما مدائحه في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقال إنها تبلغ عشرين مجلدا فيقال فيقال إنها تبلغ بالون روزخوني تيمي جديد فيقال أنها هذه بالونات تيمية لاحظ هذه روزخونية تيمية هذا سؤال أقول هذا عندما مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول وهل كتب كل هذا المديح للغوي واللهوي أو لكي ينقعه ويشرب ماءه أو للتنقيع والشرب للشفاء أو لشيء آخر فإذن لماذا تكفرون الصوفية بما يأتون من مدائح نبوية هنا هذا هو قصد الكلام الآن سلمنا معكم أنه يمدح النبي وكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتابة وهذا المديح لأي شيء لماذا كتب هذا للغو واللهو لكي ينقعه ويشرب ماءه أو للتنقيع والشرب للشفاء أو لشيء آخر فإذن أقول لماذا تكفرون الصوفية بما يأتون من مدائح نبوية وما اشتهر عنه أنه مدح أحدا من المخلوقين من بني آدم إلا الأنبياء لاحظ هذا تدليس آخر وما اشتهر عنه أنه مدح أحدا من المخلوقين وما اشتهر عنه أنه مدح أحدا من المخلوقين من بني آدم إلا الأنبياء هذا تدليس آخر هنا أقول هذا الذي اشتهر عنه فماذا عن غير الشهرة فماذا عن مدحه لغير الأنبياء الذي لم يشتهر عنه أي الذي يعرف عنه ولكنه لم يشتهر عنه فهل يقجل ابن كثير من مدح غير الأنبياء فماذا يقول عن ابن الجوزي الذي امتدح الخليفة أو عندهم الخليفة نبي فيدخذ من عنوان مدح الأنبياء وهل في مدح البشر عيب أو حرمة وما الفرق بين مدح البشر الأنبياء والبشر غير الأنبياء أسألة للتيمية للمدلسة والاحتجاج عليهم ولما دخل التتار إلى بغداد دعي إلى ذارئها كارمون بن هلاكو فأبا يجيب إليه ولما دخل التتار إلى بغداد دعي من دعي؟ دعي الصرصري وأويله على الشيعة وأويله على الصوفية لو تحدثوا عن أحد رموزهم وعن أحد أمتهم بهذا الكلام وبهذه الخرافات وبهذه الخزعبلات ماذا سيفعل بهم التيمية؟ يقول ولما دخل التتار إلى بغداد دعي الصرصري إلى ذارئها كارمون بن هلاكو فأبا أن يجيب إليه فأبا الصرصري أن يجيب فلم يذهب وأعد في داره حجارة فحين دخل عليه التتار رماهم بتلك الأحجار نحظ فحين دخل عليه التتار رماهم بتلك الأحجار فهشم منهم جماعة وويله 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 فهشم منهم جماعة فلما خلصوا إليه قتل بعكازه أحدهم ثم قتلوه جهيدا رحمه الله تعالى روزخونيات تيمية فكم كانت مساحة داره وهل وضع سواتر ترابية حتى يختبئ خلفها وهو يرميهم بالحجارة وهل عكازه كان مجهزا بأشعع ليزرية فرماهم بشعاع ليزري أو كان عكازا كهربائيا فسعقهم به خرافات أفلام كارتونية سندبادية بحرية ترجمة نانسي قنقر